اشتركوا في القناة من مقدم برامج القناة وتم الاحتفاء به على المنصة لم يتقدم الزميل بطلب ولم يبلغ إدارة القناة بأي شيء وفجئت الإدارة بالاستقالة على الهواء دون إبلاغ مسبق أو تفاوض لإنهاء التعاقد بطريقة ودية وهو ما مثل انتهاكا لقواعد المهنية ولشروط التعاقد الذي ستضطر القناة معه إلى تطبيق ما يتضمنه العقد من بنود وقناة التحرير بهذه المناسبة تعيد التأكيد على ما تلتزم به من ثوابت باعتبارها قناة مصرية تدافع عن الدولة ومؤسساتها من جيش وقضاء وشرطة وتبني مبادئ دولة القانون والعدل والمساواة وأخيرا تتمنى إدارة القناة للزميل أحمد موسى التوفيق في القناة الجديدة التي سيعمل بها إدارة قناة التحرير اشتركوا في القناة